ضمن اطار سعيها لجذب الامتيازات التجارية الى جنوب العراق نظمت وزارة التجارة الامريكية مؤتمر في البصرة بحضور مستثمرين يتطلعون الى التوسع في انشطتهم الاقتصادية الى جانب اصحاب مراكز التسوق في محافظتي النجفي وبغداد نقد التذمنا بتوفير الفرص للاستثمار في البصرة وتوفير المكونات لتشجيع الانتاج في البصرة وكما قلت مسبقا في المؤتمر الذي عقد هذا الاسبوع لقد تم توقيع اتفاقيات استثمارية مع وزارة الاستثمار العراقية بمقدار ثلاثة بلايين دولار ونعتقد انها بداية مشرفة وتبشر المزيد من التقدم والازدهار في البصرة وبهدف تحفيز اصحاب العلامات التجارية المعروفة عالميا اعلنت هيئة الاستثمار الوطنية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع البنك الدولي تضم لائحة من التعديلات والضوابط التي تبغي الحد من التلاعب ومنح تسهيلات لكبريات الشركات العالمية التي لديها رغبة لدخول السوق العراقية مذكرة تفاهم الموقع مع البنك الدولي وخصوص مع هيئة استثمار البصرة يعني ان احد نتاجاتها المهمة جدا بعضها وضمنت تعديل قوانين وبرغم وجود رغبة لدى الكثير من المؤسسات والشركات التجارية للعمل في العراق وتوظيف رؤوس اموالها لكنها ما زالت تبحث عن الضمانات لحماية حقوق منتجاتها اي ماركة تحب تدخل السوق العراقية او السوق البصرة بشكل خاص لازم تاخذ التفاصيل التجارية بشكل اولي التسهيلات اللي راح تتقدم واكو بروتوكولات معينة وعقود المفروض تتوقع اعتقد انه الجو بالبصرة مهيئ تماما لدخول ماركات عالمية والاستثمار به القطع هذا وتفتقر السوق العراقية وتحديدا في المحافظات الجنوبية والوسطى الى وجود العلامات التجارية المشهورة فاغلب السلع المستوردة هنا من شركات غير معروفة الصور الاسواق العراقية بصورة عامة تفتقر الى الماركات باعتبار انه السنوات السابقة البضاعة الايرانية والتركية اخذت حجم كبير بالاسواق يبدو ان الوقت قد حان الان لانتهاء فترة اغراق السوق العراقية بالعلامات التجارية المقلدة ودخول البضاعة الاصلية حماية للمستهلكين العراقين سعد قسي الحرار مدينة البصرة